وفي سياق متصل انطلقت في ساحة دير وكنيسة ماريلياس في جبل الكرمل بحيفا وقفة تضامن واعتصام وذلك رفضا للاعتداءات المستوطنين الأخيرة التي استهدفت الكنيسة والدير وشارك في الوقفة عدد من المطارنة والكهنة من جميع الرعاية في الجليل ورئيسة بلدية حيفا وخلال الاعتصام صرح المطران موسى الحاج رئيس أساقف حيفا والأراضي المقدسة للموارنة أن المجموعة المعتدية لا زالت تكرر اعتداءاتها وقد سبق أن عربنا عن قلقنا ومواقفنا حيان المتغيرات والمستجدات وكيفية التعاطي معها مستقبلا